بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حديث عن انتهاء العمليات العسكرية في غزة ده الكلام اللي هم بيقولوه وكمان المكر بتاع بايدن وبتاع الامريكان عموما هو ان هم بيحاولوا يكسبوا مزيد من الوقت والمفروض ان المحادثات كانت تنتهي يوم الجمعة قالك الخميس وبعد كده قالك هنجتمع تاني بكرة على الجمعة وبعد كده قالك هنكمل المفاوضات في القاهرة يعني بعد اسبوع طبعا مسألة الكسب الوقت ومسألة مط الموضوع دي وضحة وضوح الشمس وانا على فكرة يعني شايف الوسطاء نفسهم ما عندهمش نزاها الامريكان انحيازهم للصهينة يعني واضح وضوح الشمس والسيسي كلب الصهينة ودي مش عايزة نخاش وقطر ما تستطيع ان هي تفعل شيء وهم حطين قطر يعني ايه عشان يحطوا مصدقية في الوساطة لذلك انا اتمنى من كل قلبي ان قطر تنسحب من الوساطة وهي فعلا هددت قبل كده من حوالي كم شهر كده بان هي بتراجع موقفها وقد تنسحب من الوساطة في الموضوع دوت لان هي المدية شوية مصدقية للموضوع في موضوع الوساطة لكن الموضوع هو في الحقيقة الامريكان هم رأس الافعى والسيسي صهيوني يخدمهم يعني مفيش حد ايه وسيط يمكن الاعتماد عليه المهم انا هتكلم نرضى في الفيديو على موضوع الانسحاب من غزة او املهم في الانسحاب من غزة بس هتكلم على مسألة انتهاء العمليات العسكرية اللي هم عملوها وهتكلم تاني على الموضوع اللي هو بتاع اه يعني مط المفاوضات والمروغة اللي حصلة وبعد كده هنشوف الموقف الايراني فركز معايا وجاي لك بعد الفاصل الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي من فضلك تقرأ التعليق المثبت اسفل الفيديو لو وجدتوا لان لما بنسى شيء بكملوا فيه تعليق مثبت اسفل الفيديو وجزاكم الله خيرا خلينا نبدأ من اخر نقطة حصلت وهي انتهاء المفاوضات بتاعة الدوحة وبعد ذلك المحللين العسكريين او المحللين السياسيين في كل الدنيا مش متفائلين وانا اقول لك انا ما زلت كذلك مش متفائل لكن انا عندي امل شوية لان انا عارف نظام الصهينة حتى لو منحوك نصر خد بالك الكلام الجايدة مهمة جدا حتى لو منحوك نصر فبيحاولوا انهم يمنحوك النصر فيه سرية تمة ويطلعوا بعد ذلك انهم انسحبوا او تقهقروا لان العملات العسكرية انتهت ممكن لانه فيه ضغوط حكومية على الصهينة ممكن ضغوط دولية يعني ممكن لان فيه ضغوط داخلية على حكومة الصهينة ممكن بينما الضغوط دي شغالة ليها الوقت عشر تس شهر ونصف يعني تخيل انهم يستجيبوا او يتفعلوا معها الان طبعا مسألة مش منطقية او من لو حصل يعني انهم ركعوا هيكونوا ركعوا ليه هيكونوا ركعوا بناء على القوة اصدقوا انباء من الكتب هيكونوا ركعوا على ان الجزمة اصدقوا انباء من الكتب والسيف اصدقوا انباء من الكتب هي دي قاعدة قاعدة القوة تفرض الواقع وتحميه طبعا البعض هيقول لي هي قوة المقاومة هتيجي جنب قوة النيران الامريكية ولا الصيونية اقولك مش هتيجي جنبيها وكمان ما فيش جبال يعني تكفي او في مناطق جبلية ممكن المقاومين يستخبوا فيها وكده لجنة استعادوا عنها بالانفاق تحت الارض وهنا القوة يا ابو الابطال ولسه قوة الضغط اللي جاي من برة عمليات الاسناد اللي جاي من اليمن وعمليات الاسناد اللي جاي من لبنان وللأسف الشديد جدا طبعا كل عمليات الاسناد هي شيعية او سميها مقوسية وهي بتقاتل هما في الظاهر لكن مثلا انا اؤكد ان في لبنان ان حزب ايران اللبناني اللي هو بيسمي نفسه زورا حزب الله هو قدم ثلاث خدمات فقط للفلسطينية اللي فيه لبنان الثلاث خدمات دول انه هو منحهم المواقع اللي ممكن يقتلوا منها الصهينة وتخلى عن حماية الصهينة وده اهم شي انه هو قدموا وطبعا الخدمات دي لا يستهن بها انما انا مش مقتنع ان واحد من حزب ايران اللبناني الحشاشين اللي هما قتلوا اهلنا في سوريا انه هو يقف يقاتل وهو يعلم انه في اي لحظة ييجي الطيران الصهيوني يحرق الدنيا حق مش هيقبل هو مستعد يتباح لك الف واحد ومليون واحد بس يكون في امان انما مش مستعد انه هو يطلق صاروخ واحد ولا حتى قذيفة ولا حتى رصاصة مش مستعد انه هو يطلق حاجة زي كده وبعد كده تيجي ردود الافعال عليه ويطلع الطيران يدمروا ودي مسألة بديهية للغاية المهمة انا كلمتكم عن اسباب انه الشيعة بيقتلوا وقلتلكم انه هما بيقتلوا في سبيل الروس وفي اه وضغط من الروس و لا شك ان حكام العرب هما مع الصهينا مع غنين بميت صهينا خون الحكام العرب الا من رحم الله سبحانه وتعالى منهم يمكن تستسني منهم القليل الوقتي الاول كان تقريبا كله راكع الوقتي تستسني منهم القليل كله الوقتي او اغلب الحكام الوقتي خونة وراكعون لا سيما دول الجوار اللي هما الاردن ومصر وحتى لبنان يعني الحكومة اللي هي محسوبة في لبنان هذه يعني المفروض الحكومات سواء في لبنان او في غير لبنان دي ما تتحسبش على اهل السنة والمغلطة بتيجي هنا ان هما الشيعة لما بيجي يجدلوا على مواقع التواصل الاجتماعي بيقولك شوف الاهل السنة بيقتلوا مع الصهينا فهو بيخلط بين شعوب السنة اللي هما مدبوحين من حكام اهل السنة اللي هما كلاب حراسة اللي هما صهينا وخونا ومعغونين بميت صهينا بيخلط بيننا وبينهم بينما انت لما تيجي تشوف الشعوب العربية ما تلاقيش واحد فيهم عنده ذرة كرامة الا ويكون غاضب على الحكام اللي بيحكموا بلده مين اللي بيرضى عليهم الزباب الالكتروني والراقصات والفنانات والداعيرات والعالم دي هما دول اللي بيرضوا عليهم يعني هما بالحكام بالستة والستين على بعضهم مش هيجيبوا تلاتة اربعة خمسة في المية من شعوب اهل السنة لكن قوتهم فين قوتهم في ان هما حبسنة بمعنى كلمة حبسنة لا الشعوب لا معها ذهب ولا معها سلاح ولا عندها تواصل ولا عندها قيادة ولا عندها اي حاجة الحاجات دي موجودة في القيوش العربية او القيوش المسمى اسلامية عربية ديك بتدبح في الشعوب فاحنا شيء وهم شيء تاني خالص لما هما فيه في الحقيقة تلات فرق مجوث والمجوث دول اللي هما الشيعة دول بيقتلوا ليس لأسباب اخلاقية ولكن حلقة من حلقات الصراع العالمي بضغوط روسية بيقتلوا الصهينة ودي ولا تشك فيها لحظة واحدة الفريق التاني اللي هما حكام العرب او الغالبية العظمى من حكام العرب ودول بيكلاب الحراسة بتوعهم دول بيقتلوا فيه سبيل الصهينة ودي ما نقدرش ننكرها الفرقة التالتة بقى اللي هي شعوب السنة وشعوب اهل السنة ديك ولا فيه واحد فيهم يخضر انه هو يفعل اي شيء لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بقى يفرجها ويجعل لنا مخرج وبعد ذلك هنعلم العالم بقى كيف يكون القتال من ناحية وكيف تكون الاخلاق من ناحية وكيف تكون العدالة ودي اهم ما في الموضوع وخليني ارجع للاحداث الجارية فكلام المسؤولين الصهينة عن انه العمليات العسكرية انتهت هو ربما بضغط وربما حاصل ان المقاومة لما ضربت الصواريخ ووصلت للا ابيب وعملت الحرائق هذه وحريق ضخم جدا ربما هما ادركوا الان انه المقاومة هتضرب بسلاح جديد انا مش بقولك ان فيه سلاح جديد لكن بقولك استنتج ان طالما الموضوع كده عليه تعتين بالشكل هذا استنتج مباشرة انه الصفعات قوية على رؤوس الصهينة والتانيين كمان المقاومة مش عايزين يفضحوهم لانهما عايزين يحققوا الناصر وعايزين يفضلوا مسكين عليهم الحكاية دية ولو في حالة انه الصهينة يعني ما ترجعوش هيطلعوا بقى كل ايه اللي هما عارفينه ان كان فيه شيء من هذا الموضوع الكلام دوت ليس ببعيد عن المراوغات اللي حصلت اللي هي حصلت يوم الخبيس وقال لك فيه يعني نظرة ايجابية وفيه كذا وفيه طبعا فيه نظرة ايجابية ما المقاومة اصلا فضحتهم المقاومة وحماس فضحوهم وقالوا ان الكلام اللي بيتعرض عليهم مخالف للامور اللي هما وفقوا عليها في اتنين مايو اللي فات واللي ساعتها بقى خلاص اعتبرنا ان الحرب انتهت وجاء النتنياهو قال لا مش موافق عليها برغم ان هذه المختلحات كانت من النتنياهو لبيدن وبايدن خدمها على ان هي امريكية والحزين بايدن راح اعترف راح اعترف الرجل ده سكران ولا لايخ ولا ايه راح قال ان هي المختلحات دي يعني عايزي برهن ان اسرائيل اللي هتقبلها فراح قال ان نتنياهو يعني هو اللي عملها وان بايدن تبناها فطبعا الموضوع كان واضح جاءت المقاومة لما وافقت لانها وافقت لانه هتحقق اللي هي عايزة تحط في اعتبارك شيء مهم جدا المقاومة مش هتوافق على اي حاجة اقل من حل الدولتين لكن حل الدولتين ده هيكون هو المسمار الاخير في نعش الدولة الصهيونية لان زي ما قلت لك قبل كده الدولة الصهيونية اصلا الغرب عملها ودلها كل المميزات اللهي بدي انت لو عايش في الغرب هتشوف الشركات الصهيونية في الغرب بالشيء لا يطاق يعني مسيطرين على اقتصاد بمعنى الكلمة لكن انا اقول لك مش مسيطرين امال ازاي ما تنسى اي المسيطرين خلينا اشرح لك الحتة دي هو في حقيقة الامر الحكومات الغربية لو عايزة ان هي تأمم الشركات دي كلها هتأممها ودي انا وانت متفقين عليها لكن هي عاملة الشركات هذه على اساس ان هي بتكفع ضرائب للدولة وان الشركات هي اللي بتدعم الكيان الصهيوني وان الدولة بريئة من دعم الكيان الصهيوني لانه الفلوسة ما تخشي الخزائن وتطلع بعد كده يعني خزينة الدولة وتطلع على الكيان الصهيوني بعد كده ممكن دافعي ضرائب ينطفضوا ويرفضوا الموضوع هذا ويعني حسابات كتير في الداخل لكن انا هقول لك قاعدة اوعد شك فيها لحظة واحدة القاعدة هذه يركز معايا وصح صح القاعدة هذه ان المال لا يهاجر ولا يذهب الى اي دولة في العالم الا لو كان هو مهاجر مع قوة تحميل لذلك الناس اللي بيقول لك ان الصهيوني يعني هغروا امريكا وبنوا الصين اقول لك الكلام ده تخريف مالوش اي علاقة بالواقع الصهيوني لو حبوا يروح الصين الصين هتفتح لهم الابواب وهتقول لهم الف مرحب ودقلوا فلوس زي ما انتو عايزين لكن الصهيوني الوقت عرفوا عرفوا ليه بقى لانهم اكلوا المقلب اكتر من مية وعشرين مر ايه هو المقلب المقلب ان هم يخشوا في دولة معينة ويبنوا اقتصاد ويدينوا كبار رجال الدولة وبعد كده كبار رجال الدولة ينقلبوا عليهم ويتهمهم باي تهمة خيانة ما خيانة مش عارف ايه يتهمهم باي حاجة ويقتلوهم عشان يموتوهم ويغضوا اموالهم والدين يكون مات انا على فكرة لما بقولك مية وعشرين مرة مش ببالغ انا فعلا قرأت تقرير ان اليهود انتقلوا في التاريخ حوالي مية وعشرين مرة او يزيد وان كل مرة الحاكم بتاع البلد الذي اليه انتقلوا يغضر بهم ويأخذ اموالهم وبالتالي نفس حلقة يعني هي حلقة من حلقات التاريخ انه هما لما يروحوا الصين من غر قوة عسكرية تحميهم هيعملوا ويشيلوا ويحطوا ويبنوا ويكونوا ويمكن يزدادوا اموالا كمان وبعد ذلك ييجي واحد حاكم يروح واخذ منهم الفلوس كلها والموضوع ينتهي فعشان كده انا بقولك منطقية ان الشركات الصيونية دي شغالة في اوروبا بالحرية هذه هيكون حاجة من اتنين يا اما الدولة موظفاهم وده اللي انا برجحه يا اما الشركات دي عندها ميليشيات والميليشيات العسكرية دي بتحميها وده انا ارجحه في امريكا ومش هيكون هي مسيطلة برضو هي هيكون فصيل من ضمن عشرات او من ضمن اربع خمس فصائل اللي هما الدولة العميقة الكليبتوقراطية اللصوص او حكم اللصوص خليني ارجع للموضوع واقولك ان الوقت المراوغات بتاع بايدن بيقولك احنا يعني بيقولك الامريكان بيقدموا مخترح جديد وحمس فضاحتهم قالت لهم احنا متمسكين بالاقتراح او بالاتفاق بتاع اتنين مايو يعني معناها الكلام ايه يعني معناها الكلام يتقبلوا يا اما الحرب هتستمر هنا بقى في ناس بتقولك ايران وايران تخلت وايران مش هتحارب وايران كذا انا اقولك الوقت الصورة الظاهرة اي كده لكن انا اقولك الوقت في الباطن هو المساومات على اللي بيحصل في الداخل انا اقولك ان ايران ربما بتفاوض على ان الصهينا يسلموا والمشكلة تنتهي ونتنياهو يتهزم هو وكلابه ويركعوا لشروط المقاومة وتبدأ الدولة الفلسطينية الى جانب الدولة الصهيونية وانا اقولت لك الدولة الفلسطينية لو حصلت هتحصل بقى حاجات كتير هتحصل اتفاقات عسكرية مع دولة مضمونة بالنسبة لفلسطين زي تركيا على النموذج الليبي واحد يقول لي يا كابتل لطيف ما عملهاش لحد دلوقت اقولك ما هم ما عملهاش هم عرضوا الاتفاقات على محمود عباس اكتر من مرة قبل الموضوع بتاع البرلمان التركي اللي استضاف عباس وكده وهو ما وفقش فممكن الامور تتطور لاحقا وتحصل حاجة زي كده وحتى لو عباس اصبح رئيس كل فلسطين زي ما الناس يعني بترفض انا هقولك هتبقى مرحلة لانه بعد كده ما فيش حد عايزه وما فيش قوة تفرضه فتحط يعني لا الناس عايزاه ولا في قوة عسكرية هتفرضه على الناس هيمسك السلطة ازاي هي غايتها شوية انتخابات وبعد كده برلمان وبعد كده البرلمان يقول العباس يلا مع السلام امشي وبعد كده تبدأ حكومة فلسطينية الكلام اللي انا بقوله لك ده انت ربما تتصور انه يعني بعيد وهياخد فترة طويلة انا اقول لك لو حصل استقرار كل اللي انا بقوله لك ده مش هيكمل سنة او بكتير او سنتين في الساحة السياسية والدنيا مشية بسرعة يعني هما ممكن يقبلوا عباس وحكومة تقنقراط على اساس الدولة ثلاث شهور فقط ان هي تعمل عمليات انتخابية او ممكن يتم التفاهم على ان هما يجيبوا حكومة تحكم مثلا سنتين لكن مش هكون بقيالة عباس او يبقى عباس في الصورة ويجي الجماعة بتعفتح اللي هما فيهم خير شوية اللي حكيتك عليهم وبعد كده الجماعة دول يبدأوا ان هما يسيطروا على ما هو اسفل او على ما هو ما وراء عباس وهم اللي يديروا الدولة ويبقى عباس عروس مصلح مش اكتر من كده يعني هو الوقت عروس مصلح الصهين بيدروه ممكن الاصطف ده يمشي ويجيب عروس مصلح يديروا فتح طبعا في ناس وغدا مواقف يعني متشددة من فتح وانا معاهم لكن انا بقولك على المرحلة والمصلحة وبعد كده لما ييجي بقى ايه الامور تستقر والشعب الفلسطيني هيختار ما اعتقدش انه هو هيختار فتح بالدرجة دية يعني اعتقد نسبتهم هتبقى مثلا 30% 20% لانه كله بعد كده هيختار المقاومة الاسلامية وفي القلب منها ايه حماس والجهاد الاسلامي خليني ارجح برضو للموضوع تاني واقولك انه المكر الامريكي نجح انه هو يكسب من الوقت كمان اسبوع يعني للخميس القادم او للجمعة القادمة تقريبا والوقت اللي حاصل ايه كل شوية رئيس وزير الخارجية المصري يكلم وزير الخارجية الايراني ويقول له السلام والتهدئة والانفس والارواح كنت فين انتو يا السيسي هو كلب السيسي ده كان فين اصلا وكانت فين الدبلوماسية المصرية من الوقت كام الوقت عشر شهور ونصف يعني ثلتمائة وخمساشر يوم في الحرب وكده كانوا فين ما كلموش غير لما الصهينة اتزنقوا وعايزين ايه الصهينة عايزين يسكتوا ايران بمكاسب مادية وفي نفس الوقت مش عايزين ان هما يركعوا للشروط بتاع المقاومة وانا اقول لك القرار اصلا ليس قرار ايران القرار جاي من موسكو ودي ما تشكش فيها لحظة واحدة وزير الخارجية الاردني شرحوا اما تروح طبعا مش هكلم على السعودية ولا على الامارات منتو عارفينهم يعني اكبر خونة في التاريخ ولاد سعود ولاد زايد هقول لك اللي بيعمل وزير الخارجية وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الاردني اضربوا في عشرة هتطلع حقارة الجماعة دول اللي هما الحكومة السعودية والحكومة الاماراتية خذ بالك وقول لك الحكومة مش الشعوب الشعوب اهلنا واخواننا في كل مكان لكن مشكلتنا مع الحكومات اللي هي حكومات صيونية معجونة بمية الصهينة في نهاية الفيديو يا جماعة عايز اشرح يعني اقول باختصار ثلاث نقاط اول حاجة انه الوساطة او المماطلة اللي بيعملها وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الاردني هي باختصار رغبتهم في ان ايران تعدل من موقفها وتبطل بقى ان هي تعدد بموضوع الحرب والكلام دوت خد بالك انا مش مع ايران وكلكم عارفيني لكن انا بقولك الكلام ده من باب فيه انصاف وشرحت لك في الفيديو سابق انه مش عايز عيد الكلام فده مجهود وزير الخارجية المصري ومجهود وزير الخارجية الاردني طيب هما كانوا فين ما طلبوش تهديئة اصلا من البداية اسرائيل تعمل الجرائم وتعمل السفالة بتاعتها وبعد كده يطلعوا التنين دولة اللي هما بقى الطبالين وراهم يقولوا اه واحنا جماعة عايزين وصفك الدماء ومش عارفين ومش عايزين نزود الموضوع مش عايزين الموضوع يتسع ومش عايزين المشكلة تكبر المشكلة شغالة لها عشر شهور ونص وهم ده مش في دماغهم وبتكلموش الكلام ده الا لما امريكا تديهم امر ان هما يتكلموا في هذا الموضوع وما بيكونش في صف الفلسطينية ابدا دايما في صف الصهين وبس النقطة كمان اللي عايز اذكركم بها والفت نظركم اليها هي عمليات الاعلان عن انتهاء العمليات العسكرية في غزة او في مناطق كثير من غزة ده كلام المسؤولين الصهين او تسريبات عن المسؤولين الصهين انا هقولك باختصار هو مش انتهاء العمليات العسكرية هو العجز عن العمليات العسكرية انتو انا كلمتكم قبل كده على كمين البراء وعلى فكرة الكمائن المركبة دي بقت كارس كبيرة جدا في فوق دماغ الصهين وبتسقط يعني في مرات بتسقط جرحة وقتلة بشكل لا يخطر لك على بال لكن فيه تكتم يعني هما باختصار بدل ما يقولك احنا عجزنا عسكريا يقولك انتهاء العمليات العسكرية وكأنهم انتصروا ودي اصلا سياسة الغرب عمره ما بيقول الحقيقة ابدا ولما كلمك سياسة الغرب يعني سياسة قادة الغرب لكن شعوب الغرب هي شعوب زي اي شعوب في العالم منهم اللي عايز يعيش في مصرعة الحق صالح زي اكتر شعوبنا ومنهم اللي هو منافق وبينفق السلطة ومنهم اللي مركز في عمله ومنهم اللي مش عارف يعني هم مشكلين طبعا زيهم زي اي شعوب ما فيش فرق من الشعوب من وجهة نظري انا ده فيهم الصالح وده فيهم الصالح واقصد بالصالح يعني الصالح للمجتمع مش الصالح بمقياس ديني وحتى في مسلمين فيهم وفي ناس دخلت ودخلت الاسلام وكده يعني الخلاصة الشعوب ضحايا القادة وفعلا ما افسد الدين الا الملوك وعلماء السوء ورهبانها هم فعلا الكلام ده في محله المهم خلوني اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم